السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم حلقة يديدة من ستي سكايلين بس انا كنت يستفكر ونحن لدينا اماكن هنا سياحية طبعا ما تبعت الحلقة من اول ما تفهمها كله سوينا اول بول بس على هذا يا سلام الله على صناعية لازم يبالنا مركز ولا ضخم اذا ما احطي مركز مطافي هائل اظن انا راح اتوهك ما عندنا عندي هالكبترات بحطي بان عندي هني تشجير ولا اعمل غابات وهذا كان بيكلفني الف واربعمية واربعين في الاسبوع وانا اردي في نزول لكن من المجباري استوى اني اشل هذا هني واحطي وين قريب هذي المنطقة لان خلاص انا مغطي كل شي شوفوا بالطريقة هاي شبه مغطي كل شي بس الحرائي كوائد عنزين ليش ما نبدأ نسوي حركة سياحية خلاص نحن عندنا عندنا شو اماكن ناس ممكنينها بنبدأ حركة سياحية خفيفة جدا اولها على البحر هذا مثل هنا عندنا مكان بس مو بشيء المكان وام حلو نزين ان نسوي فيها مكان سياحي حلو فأنا ببدأ أسوير حين شوية في السياحة ببدأ من هنا بتقولوا ليش من هنا لأن أنا بأسوي هذا بحافظ عليه كشاطية ما بأدمر كل الشواطئ اللي عندي فأبأ أسوي مكان مربع بالطريقة هاي حلو بالطريقة هذي مزيل وأسوي حولة كالعادة السلاح السري مولي هذا مزيل وأقعد أسوي الأرض حولها وبنبدأ أستغل السياحة ولا الأشياء السياحية المتوفرة يعني مش إن المدينة فيها وائد أشياء ممكن نبدأها سياحيا فليش أنا شوي متعب عمري وما قاعد سويها السوال هذا السوال اللي أنا سألته فقط خلنا نبدأ شوي علاقة الحركة تسهل علينا إننا نحن نبدأ نسوي فلوس شوي زيادة من الحركة السياحية أول شي البالون السياحي هذا هو يعني مغزل السياحة بالنسبة لهم كل حاليا إن البالون شو السياحي هذا معنى فعليا ولا شي من جرد بالون يعني بس مكان سياحي ناس تي أوكي الناس مات تي هاي موضوع ثاني يشتي مكان غير سياحي داما الناس مستنسين معناه سياحي القاعدة العامة يعني في العالم آه أنت تتوني مكان هذا فلنان حلو أوكي سياحة هذا يرفع سعر الببسي بس داماك تستانس في المكان يرفع عليك سعر الببسي نزيل لكن استوى عندي الحينة بالون مثلا هني حول المدينة يطير والمدينة فيها مناظر حلوة بس هالبالون بحذاته ما يكفي نبأ أكثر من منطقة ومنطقة الثانية اللي فيها بمكان حق بوارين حلو عند المطار عند المطار بس ما ينفع مكان سياحي صراحة فيه أتوفه هني مشكلة ما ينفع مكان سياحي ويبالا سيموتوريوم هذا هذا يبالا صغيرون هذا عرفتو خلنا نبدأ الخدمة هاي واحد هني وواحد حق المطار مخصوص كم سعره مش قادر أحطيه الفاظه بخمسة وعشرين ألف معقولة والله ما يستاهل يعني ما عدري عجيب أمرهم هذا خمسة وعشرين ألف تبا لهم كل شيء قام بيطيح بني الله ما عدري غريبين هاي خلنا منحطي ممشا سياحي الشيء الثاني اللي بحطيه ساعة سين بس دي بوت اللي هو أصلا يطلع عنا الباصات عساسا نشوف وأحس هذا مكان حلو جنب هذا يعني أقدر أسوي هذا كم سعره خمسة وثراثين ألف بسوي شو بسوي مفترق خنيلين شكلي بكنسل الشاطي أخر شيء والله ممزين خلوني أحاول ما أكنسل الشاطي ممزين إذا كنسلت الشاطي بيب العيد ممزين بحاول أني ما أكنسل الشاطي ممزين هذا شارع والله أنا متأكد منكم تعرفون أنه هذا شارع بس أوكي ممزين فالحين بوصله هني في المكان العجيب هذا ممزين وأبي أسوي لفة حول المكان الحين اللفة الأولى أنا أقدر أسوي بالريل اللي هي بدون ما نحتاجه هني مثلا أقول له تعالوا عند الحديقة أظهركم لفة في الحديقة النيب السياحة الحديقة يدفعو لنا فلوس حلو لأن الحديقة اللي عنا ما شاء الله خمس نجوم الحديقة الخمس نجوم يستاهلونهم شو يشوفونها هذا أبسط تور سياحي حلو هني بقولهم تعالوا شوفوا سوق السمج في عندي حديقة هني تعالوا شوفوها أرجعوا عند الحديقة اللي هني مثلا وخلاص خدتوا لفة حول سوق السمج حلو وفيه هني عندي بعد أقدر أخذ أقولهم أخذوا لفة حول هني عند لفة طالة العمارة هاي اللي هو هاي استوت عندي لفتين سياحيات أوكي اللفة السياحية الثالثة اللي هي مفروض هاي اللي هي بخمسة وثلاثين ألف اللي بحطيها بس أنا أفضل أني أحطي شيء ثاني بس خلنا نحطيها نزيل بنحطي اللي هي بس دي بوت ما لها ولا اللي يطلع بس السياحي حلو البس السياحي ما لنا هذا شغلته يمرر الناس المدينة كامل ويتوفون نزيل مثلا نحطي لين هني أيون يوقفون هني عند هذا يرجعون أنا نفسهم هاي اللي بيمشون ترى الحين هنا هني ترى يبون يشوفون مواكن ونوقفهم عند البوابة هذي ووقفه عند أه وين البوابة الثانية هذه البوابة ووقفه عند البوابة الثالثة عند الترام ونيبهم عند الصديق الصدوق هذا خلهم يلعبون هني ونرجع نوقفهم في نص المدينة ها ستبعون لفة ثانية سياحية أوكي الحين هذا بالنسبة للسياحة عندنا المختصر يعني اللفة السياحية هاي يعني عندنا واحد ولا ثانين في الأسبوع وفي واحد ساكن اه اوكي في ناس الساكنة بعد تتمشى نايس في عندنا حركة سياحية على فكرة مش بطالة يعني بس الحين لازم نبدأ نستغيبه كم بص سياحي تلع كم بص سياحي تلعت اوه من زي الحينة مش بس هني الموضوع الموضوع مثلا صبر خلنا تشوف كل شيء وضاع اوكي في المدينة الماي مش اوكي خلني اضيف ماي آه آه عنا هذي ضخ 16000 اوكي تانكي شكل حلو والله خلنا نحطي ما في مكان تلوث طبعا ما في تلوث صح هني كله ما في تلوث بس اتأكد يعني ليطمئن قلبي من زين بنحطي ماي هني ولا هذا هني عند الخارب الطريقة هاي من زين ووتر بامبان عندك السيوج السيوج ولا المجاري تعبان خلنا نحطي واحد آه خلاص هذا المكان استهلك اظن ما اقدر احطي في شي بعد خلني احطي وسط البيض هذا كله وامد البيب اوكي تمو ناكس نزين الحين شكنا اتكلم على استغلال اوكي الحين بابدأ استغل المباني اللي موجودة اصلا عندي انا ممكن استفيد منها في السياحة مثلا انا عندي هني قارب وعندي هذي اللي هذا اللي لازم اشله لانه ما بعيب اني شكله ولازم اعدل الشارع اللي عنده ونتم نعدل طول الوقت نحن عندي شغلات انا ممكن تكون فنانة سياحيا مثلا عندي مول هذا صح المول هذا ليش ما احطي في مكان ساوية نفس في الوسط لازم يكون هو في الاساس بس انا بحطي على بحر على البحر مال بيكون مثلا هني صح هذا هذا المول بيكون مثلا هني اذا المول هني البيوت اللي حول بيستنسون نقدر نبدأ من قريب عن بيوت هاي كلها نخلي مباني التجارية بالاحرام مش بيوت نقدر نحط مثلا المول مكان نفس هني بوسط شوفوا وقدر ابدأ اسس حوله المول اشوفه مكان زين كبداية يعني الحين انا شو بسوي ابتعد الحسر عن السكان وهني مكان شبه مثالي ممكن انزل شوي دقيقة انا عارف شو سوي سوي المول بالطريقة هاي ونطلع الشارع وراء المول بالطريقة هاي ونجرب المول لصوب البحر عشان نكون شكل حلو طبعا يعني اللعبة كلها من زين ونرفع المول من زين ونرفع الشارع اللي جدام من وال الطريقة هاي الحين نستوع لنا السد يعني على اساس انه ما نقدر اسو شي صحيح بس بني بهذا وبنزل هنا وبنزل هنا خلص نزل الحين كالعادة حركتي السحرية انا انا عبت انها الحركة في الموسم صراحة يعني السوري يعني اللي الطفش منها سوري وفي ناس تدعي ما تضبط حس تضبط لا تستوين زين خلنا نشوف هذا الحين هذا بسوي لدي سيلكت انا ما بأ اسوي هذا اوكي شكرا الطريقة هاي نرفع من الوسط بنرفع من الزاوية بنرفع اوكي بس توى عندي في المنطقة الحين مول اوكي مول صار عندي في المنطقة بس مول قبيح شوي بس اثار المول وين الحين اثار المول تلحق حوالي عرفتوا حوالي المول راح يكون في انت عاش فبالتالي هاي اقدر اغطي عليهم بعد شوي شير لا مش هذا شجر وين شير السحري هذي هنقدر نحط شير هني شير عند المول طريقة هاي الحين صار عندي المول هذا مفروض استغل ربني على اساس حول اشياء انا اهل علامة لحظة راحت راحت العلامة والله بس ما عندهم دذكير خلا نحط لهم واحد اوكي لما عندهم شي الشارع عني تعبان يمكن اوصل في الشارع اللي تحت افضل نزيل الحين بالنسبة للمول صار عندي مول فوق بالون فوق الاخر 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 على فكرة ضمن الوجهات السياحية اللي يمكن يروحون على فكرة نزيل فبغطي ورا المول شوية اه حديقتين فراغين والله يد صح بالغلط نزيل بنسوي ورا الحديق مماشي نزيل الحين نحن نعزز مكان صح نعزز مكان لازم نسوي بالطريقة هاي تقريبا شوفوا ونعزز المكان مماشي الناس التي تمشي تستانس تتمشى تسوي اي شي يبوني سوونا يعني سوونا في عندنا حديق في وفي 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 صح بنفس الوقت خلنا نحاول نسوي كم مشيرة هنا في الوسط هذا اللي ستوه كم حبة هنا فالحين نحن عزز المول المول هنا وهذا هنا خلنا نبني كم دكان يدام المول شوفوا شو يكون وضع الدكاكين الدكاكين بتستانس الدكاكين هاي مفروض تكون من أفضل الدكاكين اللي موجودة في المطقة هذا كله مفروض يشغل عندنا الحركة السياحية على فكرة يعني مفروض يشغل حتى على فكرة يعني مفروض يزز الحركة السياحية إن الحركة السياحية إذا عندنا حين يتحرك الساعة ويسرين في السبب مفروض نزيد شوفوا المشي قاعد يتحرك أكثر من الواسط ما عرف ليش السبب بس فالحين قاعد يستوي عندنا مكان سياحي في نفس الوقت اقتصادي فهذا شي كبير كيف كنت غافل عن الماء هذا التنكي العجيب على اليابسة مزيل فالحين اللي بنسوي كالتالي الحين لازم نبدأ نسوي المناطق فيها أشياء سياحية من الآخر يعني يعني مثلا الحين بنبني منطقة من هني لين وين خلنا نبني الشارع هذا نكملة شوي لحظة نحن نبق اول شارع عن حق هنا نزيل لين نوصلنا خلاص سد حلو وبنكمل الشارع هذا لين هنا شارع كبير اوكي بناخذ الشارع صغير لين هنا سيدة قدر لمكان وبنبدأ نخطط في وسط هذا المكان شو بنسوي يعني الشكل اللي نغير شوي من مش التصميم تصميم مزين لنه التصميم كثافة سكانية اصلا مزين على اساس ارفع عدد السكان من البداية مزين بس الحين نبق نبدأ نحط مش هذي هذا ما نقدر نحط سوال في نفس هاي عندي مول انا هني صح ليش ما احط مول فبقى احط مول والمربع اللي حول المول شوفونا هذا بسوي مربع تقريبا نفسه بالطريقة هاي بالطريقة هاي تقريبا طريقة هاي مربع اللي تحت مدخل من هنا ومدخل لها من هنا ومدخل لها بيخرب شوي بس مو عليه مدخل من هنا ومدخل من هنا الحين هذا صار عنه مول 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 مرة عنه مول مول مفروض اني اوصل له شو كاستراتيجية يعني احاول اوصل له خدمة ما يغير الاخره والناس تعيش حوله يعني الناس وين تروح الزيارة ولا هذا ولا الناس السياح وين عندك اذا انت تسوي لهم تور صغير يبني يشوفون خمسة سبعة ثمان مولات تسعة مولات عشر مولات سيرون تايلند ما يملون ليش لان كل مولات لان كل مولات ف بالتالي محتاج كمية مولات الحين انا قاعد ابني مولات وفي الملاعب بعد عنا ما سويناهم في عنا ملاعب في عنا شسمة في عنا واد اشياء عندنا موجودة ونحط اعلم شغلات بسيطة يعني مثلا هني نغير الثيم شوي ان شاء الله ينحط لثنين وهذه لثنين ها لو دعيت على مليون قلت لابه مليون ما كان احسن ونزين الحين بنحط مثلا هني لهني ممشا نعدل شكله شوئين عدل شكله مش ما بنسوي وهذا لان اذا اشتغلت كل التفاصيل شوية شوية ما بخلص ترى التيام على مول واحد ترى بس الهدف يطلع شكله مقبول ونتوكل على الله بنحط حديقة في الزاوية هني حديقة في الزاوية هني وبنطلع من الممشا اللي نقدر نطلع مثلا لين هني ممشا ولين هني ممشا ولين هني ممشا ولين هني ممشا وفي واحد في الوسط اتشوف والله شكل حلو بيكون هني في الوسط ما في ما يطلع فبهدم اللي هني عساس يكونون نفس الشكل اوكي وبحطي هني عندهم دكان 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 بس ابقى امسح النقطة هاي خلي تم ممر رائح الدت ة ده الدكاكو بنبني الناس اللي هني بيكونون سكان سكان هgary هني بحط بيوت ما احس اني ابا عماير لم يعني المول يبين ما يبين المول صغير لان اذا حاطيت هنا عماير رح يبين صغير انا حاطيت هني عماير ولا لأ الحمد للا رح وان if مش حلو. فعساس اني اعطي شوي حجم للمول. شو بسوي? بسوي عماير فقط. مزين. الحين بنحطي الشارع اه. بالطريقة هاي. والشارع بالطريقة هاي. قدر الامكان زين يعني. ونكمل ها دكاكين. هني اول ازعاج مكمل فترة احطيه جنبهم على طول. جنب البيوت. بس ما عليه. مزين? هاي دكاكين. الحين نقدر نشوف المول يعني. بس بس المبدأ مش هين المبدأ. شوفوا الحين شكل المدينة كيف? اقتصاديا. شوفوا شكل المدينة كيف? استوى عندي مماشي. استوى عندي اماكن الناس تروح ترجع مكان. والله انا لو ساكن هني بيكون مكان حلو الصراحة بحب المكان. انت تقولوا لو ساكن هني ما بتحبوا المكان. شوفوا شكل مكان كيف. محلى. وبنحطي اهني الشوارع. وبنحط اهني الشارع علينا هني. وبندخل الشارع اهني ما بحث ما بكمل الشارع لانه بيستوي بيض. وفيه ماي فيه ماي اكل مكان. وبنحطي اهني بيوت. اوكي? مش على الشارع العام. لكن اهني. هني شو سويت انا غلطة واحدة اني ضيكت مجال اني اوسع الشارع العام في هالحركة هاي. ولكن عادي. لان اصلا ما ما قعدت اي عندي زحمة كثيرة سببت طريقة التصميم اللي متبعينها. لو ملاحظين يعني. فاستوة المدينة يعني منوعة ما بين عماير ما بين اه سياحة ما بين غيرها. الحين شخبار هذا. هدا عاش برويك. الحين شخبار هذي اللي هني. هل نشوف. هي ست وتعين. مش غلط. هني ثمانية وعشرين. وبيشتغلون اكثر اذا. آآ وبيشتغلون اكثر بعد. مش اقل. بيشتغلون بعد اكثر. شوفوا هني بعد فيه فيزيتر. شوفوا. الناس اتي. الناس تزور. هني عنا مجال نحطي بعد تماثيل ولا هاذا ولا سوال. خلونا نحاول بسياحة هني قبل نروح من هناك. اوكي. دقيقة. ما عنا شغلات آآ. لا بس بعد ما يستاهل احطي هني السياحة كلها. هلا نحطي دوار الساعة هني. انا ما تفتاه هذا قبل تبوي يشوف. احس آآ. بيكون حلو على مدخل المدينة وهذا. صح? ايش تحطي على مدخل مدينة? ولا هني? والله هني مكان حلو الصراحة ايضا ايش تحطي بعد. قول لي ليش? اللي هني يشوف الساعة والله ما مزح. شوفوا. اللي هني يدخل مدينة يشوف الساعة. نويس. والله مكان حلوف. والله مكان عجيب. واللي يقول غير هالكلام الله يسامح. بس المدخلة هني بالعمارتين هاي ايه? شوفوا شكل المدينة اذا انتم ايه مبرع. والله شكلها جبارة. شكلها جبارة. يعني المدينة مستوية جرامية صراحة. بعدنا يعني ياسين نشتغل عليها شوي 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 شوي. نزيد مولات نزيد هذا نزيد ذاك. بس شغالة اوكي. صراحة شغالة اوكي المدينة. يعني نزيد فيها وقعد تشتغل اوكي. ما عندنا مشاكل. الشي العجيب اننا ما عندنا. اه اخ مرتاني يا اخي لو سمحت اللي اتطلع لها المسج. الشي الغريب ان ما عندنا شاسم بس سبر كما عند طلابنا. بعد ما 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 تعبن طلاب بس احسن. سن يكون في ميزانية بين كل شي. العجيب ما عندنا مشكلة امراض خلي ما اتكلم عن موضوع اساس ما تستوي مشاكل في العادة ما تستوي مشكلة اللي اتكلمت. نزيد. الحين ابقى حطي هني بس دكاكين بعيد عن هاي لان هاي اللي عندهم ازعاج بما فيها الكفاية. وما بقى ازعجهم اكثر. ابقى حطي الدكاكين العماير ولا لا ما بحطي عماير بخلي المكان صافي. لان هني ميناء ويوم تدخل من الميناء بتشوف مكان حلو. ما بيغطي العماير على كل المناظر صراحة. ما بالمنظر كلها عماير وما حد يشوف شي. بخلهم يشوفون حتى البوالين في نص البيوت يعني يمرون فوق الدكاكين عرفتوا? طريقة هاي يعني. اي لحظة انا هني ما بايبنون. ما حد بايبنة هني شي. بان بايبون العيد. خلنا نشلهم من على الشارع. هني. اللي بنى بنى. بس بيهدم. بس بهدمك انا. اوكي خلاص اوكي. نايس. نزيل. فشوفوا هني النقطة. في حديية هني هذة اصلا. ما احس حديية. والله ما حديية. من هي هذة? من متفهيق يطير بالون? حد متفهيق? لانه. طيران بالبالون. والله المدينة قام بتتعبأ. هنين فاضية حق. ابقى اسوي شوي شغلات زيادة. بعدين نفس هالسوالف. مايش وضع. اوكي. هاشي وضعها. ممكن نحطيهم كلهم هني وراء. ونبدأ صناعية يديدة وراء. بس ما احس ان في يعني الحاجة الضخمة لهالشي. لان الحين نحن بنمتد لين هني. من نمتد هني بنبدأ نعبي هني. لان بيطلع جسر. ابقى اسوي بالطريقة هاي تطالع لفوق. تبون احطي لكم الجسر الحين. آآ لا ما بحطي الحين. عندنا قطار هني بعدنا ما استغلينا. خلانا استغل القطار في اخر سبع دقائق اسفين استغله. نزيل. نستغل القطار. ابقى استغل القطار اللي هني ولا السكة بالاحرة اللي هني. نزيل. ابقى احطي قطار اهني. القطار لازم يطلع من اهني يدور او يوصل اهني. واحد من الاثنين. نزيل. بنحطي القطار خلنا نشيل هذا مستحيل يكون حجم القطار بالطريقة هاي. خلنا نحطي القطار اتشوفه وين مكانه بيكون زين. اهني تقريبا. طريقة هاي. بقايزه بيكون. كفاية. اتصور. اتصور كفاية هذا. على اكثر من كفاية. من زين. يعني هذا بياخذ ما بخرب عن هذا الموجود. انا دمرت محطي تختار هني واحس حرام. خلو خليت اكان احسن. سوي خطار هني. داخل. والخارج من هني. وبيشتغل اتجاهين. خلو اكون يعني صريح وياك ما بيشتغل اتجاه واحد. اصلا بيروح الصوب الثاني عادي بيطلع لما بيروح. ما يستوي. ما يقدر يروح. بنحطي خطار هني على اساس انه يروح سيدة. وخطار يدخل من هني. وخطار يدخل من هني. ويتراغون في مكان واحد. اوكي? والخطارين هني راح يكونوا جنب شغلات حلوة يعني. ما راح يكونوا مش جنب شغلات مش حلوة. بنسوي. من هنا بالطريقة هاي. واسهل شيء لحينة انه نحن نوسل القطار من تحت. من تحت هذا. ونسوي تقاطع ثاني من. ورا هذا. ها بالطريقة. نقدر نسوي ويت طرق فيها بس تعرفون شو. احس ما لداعي. لان اقدر ايب من تحت وودي هذا سيدة واسوي تير نهني ودوار ومش فايق الحين. فبسوي شو? هذا الخطار. اللي هو هذا. يقدر يروح كل مكان. خلالني بلا موي. والني بلا شارع. اوكي? مزين? ولحظة هذا كارغو. يا الله. شوفوا الغلط اللي ما لداعي هذا هو. بنسويه بالطريقة هاي. وبنوصل هذا هني. بدمر هذا. وبوصل هذا هني. بالطريقة هاي. وانا اقول اوه ما يستويه. مزين. نوصل هذا هني. والرجعة. مرة ثانية هني. شو رأيكم. شوفوا المدخل الحين أورادي يستعملون الخطارات حك شغلات ثانية ترى. لو ملاحظين. فالمكان قام يستويه شربكة مواصلات شوي. بس قام يستويه حلو. قام يستويه حلو. لانا نقدر نيب ناس هني. اقدر ايبعد باص من هني للداونتاون. لانا عندي باصات. واقدر. اقدر يباص. ايه هني. وينزل الناس. في نص اللي يدام المترو. يوقف. هني ويوقف. يدام. يدام شوي بعيد عن الزحمة. ويرجع مرة ثانية. هني. هذا باص يقدر يب الناس. لا. الا هذا. محتاجين والله هني باصات شوي صراحة. واحد. ثانين. ثان. أربعة. خمسة. الناس المسافات البسيطة بتمشي. الناس في ستيس كايلان تمشي بشكل عام. ما في مشاكل انهم ما يمشون ولا هذا ولا ذاك. هذا الشارع. أدخل عليه تعديل بسيط. أول شي بايبه هني. ثاني شي. أبا ايبه. لاني ما أخرب هالمساحة في اي شي حاليا. طريقة هاي. فأبا. أحافظ على المساحة هاي الصاحية. الطريقة هاي. لان هاي على غلب ان راح سوي منها بعد شبكة موصلات بحرية ثانية. هلا قدام يعني مش هالحين. فالحين هني عندنا مطافي نحن. نظريا عندنا مطافي فعليا ما عندنا مطافي. فخلونا نحطي مطافي هني حق هاي المنطقة. لان الوضع عندنا الشربكة في المطافي. الصحة ما كان عندنا مشكلة لين الحين. فاااااا. ولا بلع حالة سيميتوريوم هدا محتاجين منه. بنحطي هني. و بنحطي شوي جدام هني. على اساس نحل بعض المشاكل اللي عندنا في خدمة الموتة والهس والدنازات. يعني قدر المكان راح تسوي شغل هادا. عندنا ها. سيميتوريوسو سكستي تو برسنت. بس. العيادات. نظريا ما عندنا مشاكل. في حاليا ما يجب أن نحطي هي عهدت لليم عالية من ع Gothi. بالتالي بيكون عندنا مشاكل في المستقبل. بس الحين. عندناcess Glass top. سيميتوريوس One of the لهذا المكان. ترين الثاني. يعني اذا الناس بتنتخل عن طريق هذا ترى مسافة طويلة انا اشوفها. بيكون حلو اذا شي ترين اقدر اطوف الترين اقدر يعني من اهني ايبه ارفعه من فوق ليش ليش اقول لي استوي وما يستوي خلنا نسوي خلنا نسوي خطار من آآ هذا المكان اهني انا بقى نزلها ما بقى ارفع انا بقى نزلها اهني او ارفعه فوق الهذا شوي اقدر ارفعه فوق الهذا حبه بس اهني في الوسط 18 ما اقدر 24 لازم بعدين انزل الى اللي هو اقدر اجرب حتى اني اسوي هاي دايركت ما بقدر بيكون فيها شوي شربكة نزيل بيكون فيها شوي شربكة بس نوعا ما يمكن تستاهل نوعا ما يمكن تستاهل لان لو هني طوفت على خير بتطوف كل مكان لنشوفو اذا يبتل خطار من هني الى هني ما اقدر طبعا بالطريقة هاي نازم من هني لين هني ومن هني لين هني وهاي النقطة الصعبة اسويها بالطريقة هاي ما اقدر اسويها شي دايركت فمن الافضل اني ارفع مستوى الخطار الى الاعلى جنب الشارع اللي اصلا موجود وانزل الى دايركت لوين انزل الى دايركت لين هني احاول ان انا نزل بالاحرة بالطريقة هاي او حتى ممكن اني اقدر اه او حتى اني اقدر ايبقى بالعكس ما عندي مشكلة يعني لانه في مجال اني اكسر حتى الممشى بس اقدر اسوي شو نزلة الاخطار اللي هي هاي النزلة الصعبة ومن هني اقدر اتحكم فيها شوي نزل وي اكسر هذا اللي ما ابا تحت واكمل تمديد الاخطار بنفس الطريق على جنب المدينة بس المشكلة في شغلات نفس هاي انا ما باها تنكسر هاي شغلات اللي لازم انتبه لها شفو هاي باوصل شوي مايل اما الباقي ان شاء الله الشرع كله يكون سيده لانه شوفوا مكان نفس هذا ما راح يسمح لي اني اطوفه بسهولة مكان نفس هذا يمكن اضطر اني شوي ارفع الاخطار شوي يمكن يبهدلني لان هذا المكان ما راح يسمح لي اني اصلا اطوف من فوقه شوفوا هني المشاكل اللي معظم الوهقات تستوي فيها يعني مثلا ممر المشاء اذا انا باخطف من فوقه انا اهم شي عندي اني ما اكسره صح بالضبط شوفوا فاقدر احول الطريق اللي انا فيه بس احاسب اني ما اكسر شي ثواني ايوه ما باكسر شي بالطريقة هاي على البيت براية مش لو انكسر لو يستوي ستين قطعة ما عندي مشكلة زين الحين هذا بيسوي لازمة فشو بسوي في شغلات لازم حركها في شغلات لازم نسوي لها شسمة اذا اقدر اطوف القطار جمع بيكون حلو نايس 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 الحين اللي نسوي لازم نطوف هذا بطريقة شو انية شوي لازم نتفنن في هاي الحركة الحين هذا الشوي والطريقة هاي ممزين ممزين محين ايوه هذا هاي هذا يسمونه سكة قطار طول المدينة يعني بعدها يباله هو شوفوا لو انا اقعد بالثانية في انواع مود تخليكم اللي اعطلوا قطار فوق المدينة ترى فوق فوق الشارع عادي بس اني انا نزل او اسوي هذا شغلانة ما تخيلونا نزيل الحين اللي نباع نسوي الطريقة هاي اوكي الحين هني يباله شوي تعديل عساسا ان شكل يكون افضل من ما هو عليه هذا اهم مكان يتعدل شوفوا بالطريقة هاي بس مش وايد مش وايد شوية بس ابو انزل هذا الحين في العادة اذا انت تشتغلون على تفاصيل وايد يعني دقيقة تقدرون تمشون تشوون وايش اغلاط الحين نقدر انيب الناس من هاي المحطة لهاي المحطة وارجعهم الى هاي المحطة شوفوا الحين اقدر اسوي ولا اقدر اقول ان عندي خطار فبس شوفوا يسوي نويز اللي سوى القطار بالنص والله فعليا ما في وايد حشرة وايد اوكي وحلو شكل الخطار كن butcher كل شي مؤمن موجود ما نكسر عندنا شيد بس رفعنا شوي امورة طيبة آخر شي رفعنا شوي صح ويرفعنا حبة عشان يمشي مع الوضع ويمشي مع الارض يعني هالميلان الخفيف اللي تشوفونا وبنمشي كل التخاطعات تمشي عادة المهم ويتطولنا في الحلقة نشوفكم في حلقة قادمة على خير ان شاء الله لا تنسوا نشير لايك سبسكرايب خلقكم في القناة ومتابعينا دايما عشان كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته